وصباح عليكم مشاهدينا في كل مكان وتعالوا بسرعة قبل ما تنزلوا على أشغالكم والرايح مدرسة والرايح المصلحة بتاعته نستعرض مع بعض أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر وهنبدأها من القاهرة وبالتحديد من كوبري أكتوبر اللي بيشهد كتفات مرورية إنما بسيطة للسيارات اللي أمام القادم من الجيزة وباتجاه مناطق وسط البلد كمان فيه كتفات أخرى في الاتجاه العكسي ونفس الأمر المتجه من مدان التحرير ورايح على مدينة نصر ومحور النصر كمان بتظهر كتفات متحركة في شارع عباس العقاد والطيران وصولا للدقاري أما نفق الأزر زي ما أنتم شايفين ظهور طباطق في حركة المرور اللي جاي من صلاح سالم ورايح لميدان الأوبرا أو العكس وكمان بتظهر بعض الكتفات المتحركة بالمسطح الأرضي وشارع رمسيس وصولا لحد غمرة والعباسية وبمطالع ومنازل كبري أكتوبر ووصولا لحد الشارع أحمد سعي ظهرت كمان كتفات أعلى دائري المرجل المتجه من نفق السلام واتجاهه للزراع ومنه للأقاليم بتظهر كمان كتفات مررية أعلى الدائري في مناطق السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة وعبر الطريق الزراعي وكمان للمتجه من المنيب وفي طريقه للأوتوستراد والتجمع وفي الاتجاه العكسي للقادم من المعادي ومتجه لمناطق الجيزة كذلك الأمر في مناطق التجمع الخامس وفي طريقه للبساتين وزهراء المعادي هنكمل جولتنا في شوارع الجيزة في كثافات على طريق المحور للي جاي من ميدان لبنان بسبب طبعا أعمال توسعة الطريق وغلقه في بعض المناطق والكثافات دي بتستمر لحد ميدان لبنان أما المتاجه لمدينة 6 من أكتوبر في سيولة مرورية ولو رحنا زي ما انتوا شايفين كده المحور صفت هيشهد كثافات مرورية بتزيد طبعا قبل إشارة جامعة القاهرة لو رحنا لشارع الهرم اللي بتبدأ فيه تزهر كثافات مرورية وده بسبب التحولات لغلق الشارع لمسافة 500 متر بسبب أعمال إنشاء المترو كمان هناخد بالنا أن غلق الطريق الدائري للقادم من أكتوبر ولازم الاتجاه من نفق حازم حسن للمحور 26 يوليو أو محور رود الفرج كبديل الطريق أمام القادم من طريق الوحاة ويفضل الطريق السياحي الجديد دانس فانكس لسه فيه كثافات مرورية وده بسبب أعمال إنشاء محور 26 يوليو الموازي وغلق بعض المنازل ومطالع كبري 15 مايو هنروح لمدينة الإسماعيلية وشوارحها اللي بتشهد سيولة مرورية كبيرة وخاصة على الطريق الدائري وحوالين المدينة الإسماعيلية وطريق عثمان أحمد عثمان كمان اللي بيوصل بين الجمعة والاستاد ومجمع المحاكم كل دي طرق فيها سيولة مرورية مع عدد بعض الكثافات المتحركة واللي مش بتأثر أبدا على حركة المرور أما المتاجه لبور سعيد في سيولة مرورية في طريقة الإسماعيلية بور سعيد من منطقة القناة لجنوب السعيد هنكمل جولتنا في محافظة سوهيج واللي هنبدأ فيها من محطة قطر سوهيج واللي الطريقة عندها بيشهد كثافات نسبية هنمشي كمان ونشوف طريق عبد المنعم رياض اللي بيربط عدد طرق رئيسية فيها سيولة مرورية وفي بعض الكثافات المرورية أعلى نهر النيل وكمان الطريق المؤدي للجمعة فيه كثافات مرورية نسبية وكثافات نسبية كمان عن طريق مستشفى جمعة سوهيج كمان فيه كثافات مرورية إنما بسيطة بتبدأ تزيد مع ساعات الدروة الصباحية عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحريق دي كانت جولتنا المرورية النهاردة وهناخد باننا طبعا إن فيه شبورة مائية بتبقى يعني بالليل متأخر وكمان الصبح بدري نلتزم بالتعليمات المرورية علشان الرؤية الأفقية يعني بتبقى متأثرة كتير بسبب الشبورة وكمان فيه أمطار بتختلف من منطقة للتانية سواء خفيفة أو متوسطة أو كثيفة أو رعضية ترجعوا يعني بيوتكو بألف سلامة وتروح أشجالكو بألف سلامة نرجع مرة تانية لمنة ومصطفى هنكمل معاهم باقي فكرتنا شكراً لكي لاني